السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه تفسير او ايه معنى ظابط الشرطة في المنام لما اشوفه ظابط الشرطة في المنام يعني ركز جدا في مظهره او في شكله كمان ركز فيه تعامله ليه؟ ظابط الشرطة لو جالك ان شكله محمود بالنسبة لك انك كنت مرتاح نفسيا في التعامل معاه اعرف انه فيه وصول لاهداف الفترة اللي جايان لو شفت نفسك ان انت ماشي مع ظابط شرطة فيه مكان ومشيين بصورة محمودة مستبشرين وقفت معاه في مكان وكان بصورة حسنة فده معنى انه وصول لاهداف تحقيق مراد تحقيق امنيات بتسعى فيها طالما ان كان شكله محمود وكان تعامله بصورة طيبة طيب الناس اللي عندها مشاكل او عندها قضايا بتخصها وتشوف ظابط الشرطة ان جاي مستبشر او جاي بيتعامل معاك بصورة ودية مش ضدك لأ هو جاي معايا فده معنى ايه؟ ده معنى نصرة عظيمة نجاح وتوفيق في القضايا بتاعتك ان انت اللي حتنتصر فيها وحيعود ليك حقوق توفيق من رحمن ليك في امور بتسعى فيها خاصة باحداث قانونية وان شاء الله حتنتصر فيها طيب لو حصل العكس بقى اننا شايفة ظابط الشرطة ولكن ظابط الشرطة ده جايلي بشكل سيء جايلي بشكل مخيف كان فيه فزع في التعامل جاي يقبض عليك هنا ما تكونش محمودة وهنا العكس تماما ظابط الشرطة لو جيب شكل مخيف ليك او جيب صورة تعامل مش محمود فده معناه وقوع الانسان في مشقة دخول في مشاكل امنيات كان اقترب من الحصول عليها حتى تعذر الفترة اللي جاء او حتى تعثر عليه قضاها وحيواجه فيها صعوبات اذا كان عنده قضايا او عنده مشاكل وشاف رؤية زي دين نظابط الشرطة بيلحقوا او فيه تعامل بصورة سيئة فده معناه انه للأسف انه القضايا اللي هو فيها او المشاكل اللي هو فيها يعني حيبقى فيها صعوبات ضده الفترة اللي جاية او معوقات ضده الفترة اللي جاية فينتبه جدا من الرؤية دي طيب لو ضابط الشرطة دخل لمكان يعني شفت مثلا انه دخل لمكاني دخل لعملي دخل لمكتبي دخل لبيتي هنا معناه ايه اذا دخل علي انه هو بصورة ودية فدي محمودة جدا للشخص ان كان بيعمل او كان بيدرس يعني او دخل لحد بيدرس ودخله مكان دراسته او حد بيعمل ودخله المكان عمله او بيته المكان اللي بيدخله ضابط الشرطة ابشر فيه طالما دخلك بصورة طيبة لان ده معناه للدارس وانه شاف انه دخله مكانه ده معناه انه هيوفق لمكانه وللشخص اللي بيعمل يعرف ان فيه ترقية وصول لاهداف خاصة بعلوه شأن الفترة اللي جاية حد عنده مشاكل في بيته وشاف انه الضابط دخله بصورة ودية لبيته يعرف ان المكان ده هيصلح امر اهل البيت وفيه استقرار وراحة هتدخل عليهم طيب شفته انه هو داخل للاماكن دي بس بصورة هجوم او بصورة مش محمودة او انه جاي هنا بيعتبني بيتعامل معايا بصورة سيئة هنا بيكون العكس تماما بيكون بمعنى ايه بمعنى مشاكل مكائد بتدبر للانسان حد بيحاول يعصر عليك طريقك حد بيحاول يحدث خلافات في حياتك فهنا بتكون بمعنى تحذيري الفروية ضابط الشرطة ركز جدا فيها وهل عندك مشاكل هل فيه قضايا هل فيه طلب لحقوق هل هو داخل عليك مستبشر صورته حسنة ولا انا كنت خايف او كنت قلقان او صورته سيئة ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله